هل تعتقد إذن حزب الله قد يمثل نقطة الحرب الإقليمية في المنطقة وليست غزة؟ لو اندلعت نعم لو اندلعت نعم لو اندلعت أعتقد هي ليست حماس ولو اندلعت ستحرك باقي الساحات ستكون باقي الساحات تشاغل وفقا للأهداف المرسومة لها شوان كانت في اليمن شوان كانت في العراق شوان كانت في سوريا لأنها يعتقدون أنه نقطة الارتكاز الرئيسية لمحور المقاومة وحزب الله هو الذي يمتلك القوة ويمتلك الخبراء ويمتلك التأثير والتصنيع والسلاح وأيضا نقطة مهمة يسيطر على المنطقة الحيوية هي لبنان في عمق المتوسط وأعتقد نعم ممكن أن تندلعت تكون حرب أقليمية ما بعد لو جرى أو ممكن شرعة الحرب ما بين الطرفين